بعد الحديث الذي جرى مع نوال وامينة شاهدنا انه بالفعل هديل قبلت بكلام نوال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وحبي مسلسل ابشير بالساد اليكم توقعت الحلقة 17 ولكن قبل ان نبدأ بالفيديو اشترك بالقناة وفعج زر الجرس لكي يصلك كل جديد وبعد امينة اخبرت العيلة واستدعوا سعد وعلموا ايضا ووافق لكن ملامح سعد توحي الى شيء اخر وكأنه لم يوافق الا امام والدته لكي ترضى عنه واتوقع ايضا ان سعد يخطط لشيء ما سيفعله لهديل لكي ينتقم منها على كذبتها وادعائها عليه اما عن انبدر ستصبح تستاء من ابتسام لعدم مجيئها الى المنزل واذا تم الطلاق بين سعد وهديل ستفرح امينة كثيرا وستبدأ بالغيرة من ابتسام ايضا اما عن شهد وبشار يلاحظ كل شيء يفعله سعد ولكنه لا يقدر ان يفعل اي شيء الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو ترجمة نانسي قنقر